وعن فعليات اليوم في مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا على الهواء مباشرة محمود جميل من هناك محمود انقل لنا فعليات اليوم في مهرجان العالمين عفوا على هذا الخطأ كريم هو من ينضم إلينا على الهواء أهلا بك كريم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ربما كما تابعنا مع تقرير الزميل محمود جميل عن مبادرة 100 يوم صحة التي انطلقت بالأمس هذه الفعاليات لا تتوقف هنا في مهرجان العالمين في نسخاته الثانية فاليوم أيضا ما زالت مستمرة فعليات الثقافية والترفيهية هنا في مهرجان العالمين في نسخاته الثانية إذا بدأنا بأهم الفعاليات تتحدث عن واحدة من أهم المسرحيات التي سيتم عرضها على مدار ثلاثة أيام وهو اليوم وغدا وبعد غد وهي مصرحية الشهرة للمخرج الكبير خالد جلال هذه المصرحية التي ستقام في المصرح الجديد الذي تم إنشاؤه بالفعل في المنطقة الترفيهية كانت الحفلات والمصرحيات تقام في المصرح الروماني وما زال المصرح روماني يستقبل هذه الحفلات المختلفة والمصرحيات ولكن تم إنشاء مصرح جديد هنا في المنطقة الترفيهية وسيتم عرض هذه المصرحية بها وهي مصرحية ديجتال ستوديو وتحديدا مصرحية الشهرة على مدار ثلاثة أيام ستبدأ العرض الأول اليوم هنا في المنطقة الترفيهية تليها بعد ذلك عدد من النشطات في المنطقة الترفيهية لا تتوقف مثل نشاطات الأطفال وألعاب الأطفال المتواجدة أيضا في المنطقة الترفيهية بالإضافة أيضا لألعاب الأطفال الباراموتر والألعاب الهوائية ما زالت مستمرة ولكن العديد من يعني مرتادي مهرجان العالمين في نسخاته الثانية في انتظار هذا اليوم المميز فيما يتعلق بالحفلات الغنائية في اليو أرينا وهي حفلة التسعينيات هذه الحفلة المنتظرة من عشاق جيل التسعينيات وعشاق يعني تحديدا يعني إذا جاز التعبير عشاق الكسد أو شرائط الكسد هناك يعني عدد كبير من منتظر هذه الحفلة اليوم ستبدأ في اليو أرينا اليوم في الساعة التاسعة مساء بداية الدخول والعاشرة مساء تبدأ هذه الاحتفالية وأيضا في انتظار الحفل غدا في اليو أرينا أيضا للفنان رامي جمال لذلك هناك تنوع في الحفلات الغنائية سواء اليوم وهي يعني لها جيل خاص جيل التسعينيات وأيضا غدا رامي جمال في انتظار يعني شباب كثيرين وتحديدا شباب الجامعات الذين يأتون لهذه الحفلات بالإضافة لذلك أيضا الفعاليات الثقافية ما زالت مستمرة فالمسرح الروماني أيضا يستقبل يعني الحفلات المختلفة على مدار الأسبوع وبالطبع شهر أغسطس سيكون مليء بالحفلات الترفيهية والثقافية على المسرح الروماني بالإضافة للحفلات الغنائية في اليو أرينا هذه هي الصورة حتى الآن من العالمين الجديدة والآن عودة عليكم أشكر جزيلا كاريم بيبرس على الهواء مباشرة من العالمين